مواهب وقدرات واحدة مختلفة نجحت في أن تحقيق رقما قياسيا يضاف إلى مجموعة الأرقام القياسية في الموسوعة جنس العالمية ومن بين كل الأشخاص الذين تقدموا للموسوعة وسجلوا أرقام قياسية عديدة نتعرف اليوم على عشر محاولة لتحطيم الأرقام القياسية العالمية التي انتهت بالموت ساليندرا ناثروي قام هذا المغامر الهندي بتحطيم رقمين قياسيين عالميين بواسطة شعره وهو أيضا من قام بتحطيم الرقم القياسي بجر عربة بواسطة شعره لمسافة 2.5 متر عام 2013 كان المغامر ساليندرا ناثروي يحاول تحطيم الرقم القياسي في أسرع مسافة سفار عبر الأسلاك باستخدام شعرها لكن يعتقد أنه عانى في منتصف طريق من سكتة قلبية تفي على إثرها وحين اكتشف المشجعون الذين كانوا ينتظرونه في الأسفل وفاتها أخذوا يصرخون حزنا عليها نيك بيانتانيدا أثناء الحرب الباردة قرر الطير الأمريكي تحطيم الرقم القياسي الذي كان في حوزة رهيد الفضاء الروسي الذي قام بأطول قفزة حرة على بعد 24500 متر في سنة 1966 ولتحقيق الهدف قام نكب القفز من علو 36000 متر للأسف بعد 17000 متر انخفض ضغط بدلته الخاصة اكتشف مبكراً الخطر الذي ينتظرها فأخرج مظلتها لكن بعد وصوله للأرض عان من نقص حاد في الأكسجين مما سبب له ضرراً على مستوى المخ مات بعد أربعة أشهر من الحادث كان الويل تياراً أمريكياً في عام 1931 وخلال السباقات الوطنية الجوية حقق سرعة عالمية وصلت إلى 482 كم في الساعة كان الويل على بشك النجاح لكنه في حادثة غريبة طار غطاء الوقود من مكانه وصدم رأسه ليرمي به على مسافة 100 متر فتحطمت الطائرة وتفي على أثرها إلى غاية سنة 1964 يعتبر الإجليزي دونالد كامبيل الشخص الواحد الذي حقق الأرقام القياسية للسرعة في البر والبحر لكنه لم يكتفي بهذا في سنة 1967 حول تحطيم رقمه القياسي للسرعة في البحر استقل قريباً يسير بسرعة 480 كم في الساعة لكن المفاجهة كانت أن القارب يرتفع بشدة فوق سطح البحر تفي دونالد لكن جسمه لم يعثر عليه إلى بعد مرور 34 سنة يقول بعض نازل الكارثة وقعت بسبب نقص الوقود جاناكا بازنياك في سنة 2012 أرد الساحر السيرلانكي جاناكا بازنياك ذو الـ 24 سنة تحطيم الرقم القياسي العالمي للبقاء تحت الأرض أو ما يعرف بالدفن حياً على عنق ثلاثة أمتار غير أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة فدفين في الأرض بعد قضاء سبع ساعات ونصف باطن الأرض تم استخراج بازنياك جثة هامدة إذ أنه لا يتنفس تم نقل الضحية إلى المستشفى ليتلقى العلاج لكنه فارق الحياة هناك أكبر مجموعة للقفز بالمظلات في سنة 2014 وفي محاولة لتحطيم الرقم القياسي السابق المئة وعصر أشخاص قام مئتين واثنين وعصرون شخصاً بمحاولة القفز من الجو لمسافة ستة آلاف متر لكن شيئاً سيئاً حدث فمظلة المغامرة دايانا باري لم تتمكن من الفتحة وكانت قريبة جداً من الأرض ولم تستطع فتحة مظلة النجدة رغم مجهودة الأطباء لم تتمكن ديانا من النجات مهرجان البالونات في سنة 1986 تم يطلق 1.4 مليون بالون في الهواء من أجل الدعاية والجمال لمدينة كليفلاند ولاية أوهايو لكن الحدث خلف وراءه خسائر كثيرة أهمها أن طائرات الهليكوبتر الخاصة بالإنقاذ لم تجد لها مكان للتحليق في السماء فقد كانت تريد تقديم المساعدة لسيادين بعدما غرق مركبهما بالإضافة إلى هذا وجد رجال الإصعاف صعوبة في اكتشاف الغارقين بسبب أن سطح البحر كان ملياً بالبالونات التي تشبه رأس الإنسان نيكولاز ميفولي نيكولاز يبلغ 32 عاماً في العمر أرد أن يحطم الرقم القياسي العالمي بمحاولته الغوص لعمق مسافة بدون زعان في السباحة لتحتيم مسافة 100 متر وبعد قضيه ثلاث دقائق 38 ثانية في عمق الماء وتحقيقه مسافة 74 متراً خرج إلى السطح وهو يعاني من مشاكل ضغط في رياتيها ما أدى لخروج الدم من فمها تفي بعد ساعات من ذلك في سنة 2014 قرر الأبو بابر وابنه هارس سليمان البارغ من العمر 17 عاماً تحتيم الرقم القياسي لأصغر شخص يسافر بالطائرة حول العالم خلال 30 يوماً وعد أن أرباحه ستوجه لدعم تعليم الأطفال في باكستان لكن للأسف فقد تحطمت الطائرة في المحايت الهادي بعد وقت قصير من إقلاعها من ساموال أمريكية وتفي على الفور هو ووالدها شاوات باليزبانيان في سنة 2005 قرر هذا المغامر الإيراني ذو الـ 44 سنة تحتيم الرقم القياسي في أطول قفزة باستخدام الدرجة النارية من فوق 22 حافلة مصطفى إلى جانب بعضها مما يقدر بـ 63 متراً لكن وبشكل تراجيدي حين وصل إلى الحافلة الثالثة عشر استضم ومات شكراً على المشاهدة إن أعجبك الفيديو سجل أعجابك ولا تبخل باختراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية